السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أحبائي في قناتكم ووصفات لكم أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب أتمنى منكم أحبائي لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد ممكن من الناس أيضاً أتمنى من الزوار الجدد الذين أول مرة يزورون قناتي أن يشتركوا فيها ويفاعلوا الجرس لكي تصلكم جميع وصفاتي المجربة والمضمونة وسأحاول إن شاء الله دائماً إفادتكم بأنجح الوصفات وأنتظروا آراءكم وتعليقاتكم الجميلة دائماً كما أنتظروا أسئلتكم فيما يخص أي وصفة في فيديو اليوم جئتكم بوصفة وطريقة رائعة جداً لتكثيف الحواجب والحصول كذلك على حواجب عريضة وكثيفة وأيضاً سوداء اللون وكل ذلك بطريقة طبيعية وباستعمال مكون واحد فالمكون الأول الذي سوف نحضره هو حبة المسمار أو القرنفل هذا المكون الرائع الذي يعمل على تحفيز نمو الشعر وعلى تسويده أيضاً يوقف أيضاً تساقط الحواجب ورائع جداً لتحفيز نمو الشعر في هذه المنطقة وإعطائها الكتافة اللازمة إذن أول شيء سنقوم به هو وضع حبات القرنفل في مقلات لتسخينها أولاً نضعها على نار هادئة مع التحريك لكي لا تحترق ثم نقوم بتحنها وغربلتها للحصول على مصح قرطب نأخذ هنا مقدار نصف ملعقة صغيرة من مطحون القرنفل ثم نضيف إليه القليل من زيت الزيتون يمكنكم كذلك حتى إضافة زيت التوم إن كان متوفر لديكم نضيف مقدار ملعقة صغيرة لنصف ملعقة من مطحون القرنفل ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وطبعاً نقوم بخلط المكونات جيداً للحصول على ما يشبه عجين بهذا الشكل أما بالنسبة للطريقة فهي جد سهلة إذن هذه الخلطة تعمل ليلاً قبل النوم وطبعاً بعد تنظيف الوجه وقبل النوم نأخذ القليل سقط من هذه الخلطة مثلاً بهذا الشكل ثم نقوم بعمل مصاج خفيف على منطقة الحواجب يعني حركات دائرية قليلاً على الحواجب حتى تحفز دورة دموية في هذه المنطقة ولكي تتشرب لنا مكونات هذه الوصفة وطبعاً نتركها على الحواجب نضع كمية قليلة جداً نتركها على الحواجب أي حط الصباح وطبعاً نقوم في الصباح بالشطف بشكل عادي تكرر هذه الوصفة يومياً بنفس الوقت أي ليلاً وستلاحظون إن شاء الله نتائج رائع جداً وستلاحظون كذلك أن لون حواجبكم قد يتغير أي أنه قد يصبح بلون أسود وغامق أي أكثر من السابق سوف تلاحظون أيضاً أن حتى الشعيرات الرقيقة قد صارت أكتف وأن منطقة الحواجب سوف تصبح مليئة أي لن تكون هناك فراغات استمروا على هذه الوصفة كل ليلة حتى تصلوا للنتيجة المرجوة فهي بالفعل وصفة رائع جداً جداً وتعطي نتائج أكثر من هائلة إذن هذه هي وصفتنا لليوم فأتمنى أن أكون قد أفدتكم ولو بالقليل وأتمنى أن تنال وصفة اليوم إعجابكم وشكراً لكم على حسن المتابعة أنتدروا آراءكم وتعليقاتكم وأيضاً دعمكم لي وذلك بالاشتراك في القناة ولا تنسوا أحبائي أن تشاركوا هذا الفيديو مع أطلقائكم لتعم الفائدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته